اهلا بكم الى النشرة المفصلة من العربية انا ميسون عزام احييكم وهذه الخامسة مشاهدين نبدأ بالعنوين ثلاث قمم اوروبية في يوم واحد بحضور الرئيس الامريكي للحشد ضد العملية العسكرية الروسية بعد وصفه لبوتين بالوحشية لكريملين يعتبر رئيس وزراء بريطانيا الزعيم الاكثر عداء لروسيا لن نطلب من الاوروبيين ايقاف استيراد النفط الروسي الخارجية الامريكية تنفي في تصريحات للعربية طلبها من اوروبا وقف استيراد النفط الروسي وروسيا تتهم اوكرانيا بعرقلة عمل الصليب الاحمر ومنع خروج المدنيين من مناطق النزاع اذا قال امينو عامي حلف شمال الاطلسي يانس تولتنبرغ في بيانا متعلق باخر التطورات الحاصلة على الاراضي الاوكرانية قال ان هجوم روسيا على اوكرانيا هو اخطر تهديد للامن الاوروبي منذ عقود مضيفا ان العمليات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية ادت الى تقويد السلام في اوروبا كما اكد امينو عامي حلف شمال الاطلسي على اعتزامه نشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق اوروبا وقال انه سيتم تزويد الجيش الاوكراني بالمعدات القتالية للتعامل مع اي هجمات محتملة من طرف القوات الروسية كما وصف امينو عامي حلف النيتو خطاب الرئيس الروسي تصعيدي وغير مسؤول ومزعزع للاستقرار المزيد معنا من بروكس المراسل العربية نور الدين الفريدي اهلا بك نور الدين اخر المعلومات المتوفرة لديك واين وصلنا في هذه القمة في هذه اللحظات تتواصل قمة الدول الغنية السبع حول الازمة الاوكرانية ومتوقع ان هذه القمة ستدعو المنظمات الدولية الى عزل روسيا اكثر فاكثر على الصعيد الدولي والالتزام بترسانة العقوبات التي اصدرتها مجموعة كبيرة من دول حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة وكندا وكذلك كوريا الجنوبية واليابان استراليا وبعد هذه القمة طبعا هذه القمة تلي قمة حلف شمال الاطلسي التي انتهت وانتهت ببيان مطول ان يؤكد التزام دول الحلف بمواصلة دعم اوكرانيا سياسيا وماديا من اجل الدفاع المشروع عن النفس مثل ما تقتضيه وتسمح به التشريعات الدولية حلف شمال الاطلسي يدعو الرئيس بوتين الى وقف الحرب وسحب قواته فورا تم الاتفاق على تزويد اوكرانيا بالمعدات التي تحتاجها للدفاع عن النفس وبالتالي كافة انواع المضادات للدروع والطائرات والسفن ايضا وتزويدها بالمعدات اللازمة للاحتماء من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والاشعية والتهديدات النووية وتم على مستوى حلف شمال الاطلسي حسب الامين العام تكليف قائد القوات الحلفاء في اوروبا بتفعيل الاليات التي يمتلكها الحلف ايضا تحسبا لمثل هذه الاخطار والتزويد اوكرانيا بما تحتاج في هذا الامر لان هناك مسال تتعلق بالمجال الطبي عند الحواية الكيميائية بمجال ادارة الازمات بتطهير المناطق الملوثة بالشعاعات الى غير ذلك فاذا تم تفعيل او توصية الى القائد الاعلى لقوات الحلفاء في اوروبا بتفعيل الاليات المناسبة وتقديم الدعم في هذا الشأن الى اوكرانيا طبعا في غضون هذه القمة تحدث الرئيس زيلنسكي مثل ما هو معروف وطالب بهذه الجملة اعطوني واحد بالمئة من الطائرات واعطوني واحد بالمئة من الدبابات فسنحرر الاوكرانيا طبعا هو اراد بذلك انه يؤكد مرة اخرى على حاجة الاوكرانيين الى السلاح الثقيل والى المقاتلات والى انظمة الدفاع الجوي نور الدين ولكنه يقدم اسمح لي لم يشر الى قضية حضر جوي اليس كذلك اه نعم يعني في هذه مسألة مستبعدة حتى اليوم هي مسألة مستبعدة لان حل شمال الاطلسي مرارا وتكرارا وكذلك الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء يعتبرون ان مسألة فرضي منطقة الحضر الجوي ستعني تحييد الدفاعات الجوية والمقاتلات الروسية حتى في الاجواء الروسية القريبة من اوكرانيا معنى ذلك ان حل شمال الاطلسي سيدخل في حرب مفتوحة مع روسيا والموقف الرسمي الذي عبر عنه الحلف اليوم مرة اخرى انه يبذل ما في وسعه كي لا يتسع هذا النطاق وهذا النزاع وان لا يتحول الى حرب مفتوحة وشاملة بينه وبين روسيا بيسون نعم نور الدين الان عندما نتحدث عن القمم الثلاث هل يمكن القول بانها مكملة لبعضها البعض او لا يعني فعلا الى حد كبير نعم هي مكملة لبعضها البعض وتؤكد وحدة الدول الغربية لانه حتى اليابان فيها ايضا ولكن منظومة الدول الغربية او الدول الليبرالية نعم موحدة في مواجهة ما قاله جستان تريدو رئيس وزراء كندا صباح اليوم من ان حلف شمال الاطلسي ليس فقط فضاء او تحالفا جغرافيا انما هو تحالف دول تشترك في القيم قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون وكل هذا ما يجمع هذه الدول في مواجهة انظمة استبدادية في العالم هناك هذا النقاش موجود على صعيد رسمي على صعيد القيادات تحدث عنه الرئيس ماكرون كم مرة تحدثت عنه تحدث عنه الاتحاد اوروبي يعني رئيس شارل ميشيل الرئيس بايدن منذ ان وصل دخل البيت الابد تحدث عن تراجع مساحات الدول الديمقراطية في العالم امام تنامي انظمة استبدادية يعني بذلك روسيا والصين وفي قمة اليوم في بيان القمة اكد الدول حلف شمال الاطلسي في اتجاه الصين بان لا بان عليها ان تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي وبموجب عضوياتها الدائمة في مجلس امن معنى ذلك ان لا تقف مع روسيا في دعمها الحرب ان لا تزود روسيا لا بالدعم الاقتصادي ولا بالدعم العسكري هذا الموضوع يبحث ايضا في هذه اللحظات في الموقف من الصين او سلوك الصين تجاه روسيا يبحث ايضا في مجموعة السبع ولاحقا عندما سينتقل الرئيس الامريكي الى مقار الاتحاد الاوروبي بحيث يجتمع مع قادة الاتحاد وعلى الطاولة طبعا مسألة العقوبات الحزمة الخامسة الذي اعدى الاتحاد الاوروبي موضوع الطاقة التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاجادة بدائل لبصادر الطاقة الروسية ولكن فيما يتعلق بنقطة العقوبات الاتحاد الاوروبي يعد هذه الحزمة الخامسة ولكن القرار بشأنها لا يتوقع اليوم نعم من بروكس المراسل العربية نور الدين الفريدي شكرا جزيلا لك وفي تصريحاتي الأخيرة توعد رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون باتخاذ اجراءات اكثر صرامة وايضا المزيد من الضغوط ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جونسون طالب بوجوب امتثال بوتين امام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره تجاوز الخط الأحمر أكد جونسون أن بلاده تبحث الإجراءات المناسبة لمنع بوتين من استخدام احتياطي الذهب الروسي أما فيما يتعلق بالعلاقات البريطانية الأوكرانية فقد يلتقي جونسون مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي قريبا بحسب تصريحاته sprint اظن العملية الدولية فلاديمير بوتين قادم الرحلة حين قبل برراسا و أصبحين بالتعالي معاً لحظة الأخيرة في أكراين والأخيرة الأخيرة في أكراين ونرى ما يمكننا فعله لتساعدة الأخير لتحساعدون أكراين ونرى ما يمكننا فعله لتحسين للعباء السكينية ونرى الرجيم الوصول ونرى بعض الأشياء التي سنقوم بطاق من جهته وصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون بأكثر زعماء العالم عدائية تجاه روسيا وأضف بسكوف أن تصريحات جونسون العدائية ضد روسيا ستتسبب في وصول الدبلوماسية إلى طريق مسدود في نهاية المطاف المزيد معنا في الستوديو دكتور باسل الحاج جاسم الباحث في العلاقات الروسية أهلا بك دكتور باسل اسمح لي أن أبدأ بحضور بايدن لهذه القمم الثلاث أهمية هذا الحضور ما الرسالة من ورائها في الواقع الرسالة الأساسية والأولى هي إظهار غرب موحد أيضا علينا الانتباه لدلالة وجود بايدن وهي أنه الرئيس الأمريكي الذي نجح في السنوات الأخيرة بما فشل به ترامب وأوباما وبوش برفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي داخل حلف الناتو اليوم نجد أن هذه الأزمة التي أشعلت عملية عسكرية أو حرب أحيت أفكار قديمة وبثت الروح فيها ولكنها أيضا دفعت الأوروبيين للتوجه أكثر وأكثر لتوحيد صفوفهم الدفاعية أيضا على مستوى اتحاد أوروبي أليس كذلك؟ بالتأكيد أيضا هذه الأزمة استفزت أو جلبت نداء جديد للمؤسسات الإقليمية والدولية من بينها الاتحاد الأوروبي والناتو بعد مرحلة ركود أو خمول خصوصا الناتو في فترة ترامب اليوم نجد هذه القمم المتتالية مع حضور رئيس الأمريكي لإظهار استجابة غير مسبوقة طيب ذكرت نقطة مهمة إظهار والرسالة الرئيسية غرب موحد هل بالفعل الغرب موحد فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف؟ حتى اليوم نعم لكن طول أمد هذه الحرب كما أن هناك أطراف تنظر أن استمرارها المزيد من استنزاف روسيا لكن بالمقابل أيضا هناك تحدي كبير على التحالف الغربي مدى إمكانية استمراره بإظهار هذا الموقف الموحد خصوصا إذا علمنا أن هناك الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لديها مصالح وارتباطات اقتصادية مع روسيا حتى اللهجة مع لي دكتور باسل حتى اللهجة مختلفة نرى جونسون وكأنه بعالم فرنسا وألمانيا بعالم آخر زيلنسكي صب جامع غضبه على المجر ليقول بأنها ربما لديها اتفاق أيضا مع بوتين فيما يتعلق بإعطاءها جزء من الأراضي الأوكرانية ألا تؤثر مثل هذه الاختلافات إذا ما صح التعبير على هذا التوحد الغربي الذي تتحدث عنه؟ بالتأكيد هذا سيبدأ بالظهور عندما تبدأ العقوبات الاقتصادية تأتي برد فعل عكسي معروف دوما أن العقوبات الاقتصادية سلاح ذو حدين حتى الآن روسيا لم ترد على كامل العقوبات هذا من ناحية ثانية لم يظهر بعد تأثير العقوبات بشكل كامل لا على روسيا ولا على الدول المرتبطة مع روسيا اقتصاديا وخصوصا في مجال الطاقة الدول الأوروبية بالمجمل صحيح بس فيما يتعلق بالرد الروسي الأقصى الرد الروسي هو التعامل مع الروبل أو قرارات أخرى حتى الآن حتى الآن الرد بالتعامل مع الروبل بالتأكيد سيكون له تأثير كبير هذا يعني أنهم سيلتفون على العقوبات التي فرضوا هذا من ناحية من ناحية أخرى يستبعد جدا أن تقدم روسيا الآن على قطع إمدادات الطاقة لكن إذا تحولت هذه الحرب إلى حرب شاملة من المستبعد جدا أيضا أن تستمر بتزويد أعدائها بالنفط والغاز لكن قد تلجأ لخيار تقطير إمداداتها هذا من ناحية من ناحية أخرى بخصوص تصريح زيلنسكي حول المجر في العام 2014 رئيس وزراء المجر طالب الحكومة الأوكرانية بمنح حكم ذاتي للأقلية المجرية التي تقطن قرب البلاد هناك أيضا أقليات بولندية أقليات رومانية أيضا مناطق تاريخيا تعتبر بيلاروسيا لديها هناك أقليات لذلك نجد دوما يشيرون الأوكران إلى اتهام بيلاروسيا أنها تستعد في أي لحظة للدخول لمناطق معينة فيما يتعلق بالدبلوماسية خاصة أن الخطاب واللهج المستخدم أمريكيا وأيضا بريطانيا قاسية جدا فيما يتعلق بروسيا هل سقطت دبلوماسية نهائيا أو لا؟ هناك ربما خلف الأبواب ما يحدث ما لا نعلم عنه ربما فيما يتعلق بإمكانية إحداث محادثات تفوق المحادثات الأوكرانية الروسية نتحدث عن الولايات المتحدة على الأقل حتى الآن من غير الواضح إذا كان هناك بالفعل خط موازي لمحادثات غير معلنة لكن الواضح اليوم أن الأمور باتت مرتبطة بروسيا لماذا روسيا؟ لأنها هي التي تتحرك عسكريا على الأرض لكن السؤال الأكبر اليوم ما هو الثمن الذي يرضي روسيا بعد حزم العقوبات القاسية جدا والتي ترتقي لمستوى حصار أو عزل روسيا مصادرة الكثير من احتياطيات بنجها المركزي هل هذا الثمن سيكون كل أوكرانيا أم أجزاء من أوكرانيا أم فقط ستكتفي بالأهداف التي وضعتها لعمليتها العسكرية نزع سلاح أوكرانيا حيادية أوكرانيا إزالة السلطة التي تصفها روسيا بالنازية وتحكم أوكرانيا روسية القرم واستقلال دونسك ولوغانسك هل هذا ثمن كافي لكل العقوبات التي تتعرض لها روسيا اليوم؟ هذا سؤال كبير الزمن فقط سيجيب عليه وبالنسبة للموقف الصيني الأمس في مجلس الأمن كان لأول مرة موقف واضح فيما يتعلق بالصين هل سنشهد تغير في طريقة تعاطي الصين مع هذا الملف؟ يعني موقف واضح وصريح لأنه حتى الآن لازالت ضبابية صحيح أنها لم تدن ما قام به الروس ولكنها لم تؤيد علنا بالواضح اليوم أن هذه الأزمة تثير من بين أمور كثيرة أخرى موضوع الموازنة بين الأرباح والخسائر لكل الأطراف المخرطة فيها روسيا وأوكرانيا يبدو أنهم ما زالوا بعيدين عن هذه الموازنة الربح والخسارة أوكرانيا لم تستسلم وروسيا مستمرة في الحرب الصين قد يكون لديها هامش أوسع من باقي الأطراف لا زالت تظهر موقف عام قريب للغرب لكنها بشكل أوضح أقرب لروسيا قد تكون خسارة روسيا هذه الحرب ستحدد مصير الصين لأن الصين تدرك أنها الهدف التالي للغرب وهذا الموقف الموحد الذي تظهره الولايات المتحدة الأمريكية للغرب هي تحتاجه بالتأكيد ليس فقط لروسيا إنما للتعامل مع الصين في خطوة لاحقة كان معنا دكتور باسل حاج جاسم الباحث في العلاقات الروسية الأوروبية شكرا جزيلا لتواجدك معنا في الستوديو شكرا جزيلا لك في تصريحات خاصة للعربية أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أوضح أن بلاده لم تطلب من الأوروبيين ولا تتوقع منهم وقف استيراد النفط الروسي مشيرا إلى أن وقف ألمانيا خطى نورد ستريم إثنان خطوة إيجابية جدا لا نطلب من الأوروبيين إيقاف استيراد النفط الروسي الرئيس بايدن اتخذ القرار للولايات المتحدة وهذا القرار كان جريئا جدا ولكن لا نطلب ولا نتوقع من الأوروبيين لأن الظروف في أمريكا مختلفة تماما عن الظروف في أوروبا ولكن نثني على ألمانيا على قرارها لإيقاف نورد ستريم 2 فهذا كان شيء إيجابي جدا ولكن لا نطلب ولا نطلب الأوروبيين بإيقاف استيراد النفط كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن روسيا الطرف الوحيد في هذه الأزمة الذي استخدم الأسلحة الكيميائية مشيرا إلى أن موسكو تحاولوا إبعاد الشبهات عنها باتهام الغرب بتصنيع الأسلحة الكيميائية يعني المزعم الروسية دائما هراء يعني ليس هناك حقيقة لهذه المزعم يعني الولايات المتحدة ملتزمة وتمتثل يعني بالمثاق ضد استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ولكن روسيا مرة أخرى هي الطرف الوحيد في هذه الحرب التي استخدم في تاريخ الأسلحة الكيميائية ضد الأبرياء وعادة روسيا تتحم الآخرين بنفس الأشياء التي تقوم روسيا بها نفسها في الخامسة ولكن بعد قليل النووي الروسي قلق عالمي وتهديد أمريكي أهلا بكم مجددا إلى الخامسة اتهم وزير الخارجية الروسي سرغيف لوفروف اتهم السلطات الأوكرانية بعرقلة عمل الصليب الأحمر ومنع خروج المدنيين من مناطق النزاع سيتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين والوجهة التي يريدون التوجه إليها أيضا تحدثنا عن دور السلطات الأوكرانية في منع خروج المدنيين ومحاولة استخدامهم دروعا بشرية بالإضافة إلى نشر أسلحة ثقيلة وسط المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية استمعنا إلى نصائح الصليب الأحمر في تسهيل فتح مامرات إنسانية لخروج المدنيين مستعدون لتقديم الدعم الكامل للصليب الأحمر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين نعلم جيدا أن الصليب الأحمر يعمل بدون أي انحياز وفقا للتفويت الذي يخوله بالعمل للأسف لا نمتلك أي معلومات حول عمل الصليب الأحمر في أوكرانيا نأمل في اتخاذ إجراءات لضمان تبادل المعلومات عبر الصليب الأحمر لحل القضايا الإنسانية ومستمرون بالتعاون مع الصليب الأحمر عبر وزارتي الخارجية والدفاع من جانبه أعلن بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاتفاق مع روسيا على توسيع نطاق عمل الصليب الأحمر وأيضا تسريع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين بعد مناقشات مكثفة مع الجانب الروسي لتسهيل مهمة الصليب الأحمر اتفقنا على توحيد الجهود في تقديم المساعدات للمدنيين الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا اتفقنا أيضا على توسيع نطاق عملنا وتسريع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون من النزاع الحالي سواء في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية أو تلك التي تسيطر عليها روسيا أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي أنه تم رصد الأسبوع الماضي وفي الطريق الرئيسي بمطار جيجوف في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية مرور معدات القوات الأمريكية وقوات الناتو وتشمل أسلحة ستينجر وجافلينس وأسلحة أخرى فتم رؤية قوافل شاحنات خلال النهار في البلدات وأيضا القرى الحددية البولندية بحسب أحد الشهود للصحيفة تنشط هذه القوافل الصغيرة المحملة بالمساعدات العسكرية ليلا والتي تمر بانتظام عبر معبر حدود محاط بسياج في الجوار كما بيّنت الصحيفة أنه يتم هبوط طائرات نقل عسكرية ضخمة في المطار المحلي ألمانيا بدورها قالت أنها سترسل 1700 صاروخ مضاد للطائرات من تراز تريلا بعد تسليم 500 صاروخ الأسبوع الماضي بينما السويد قالت أنها سترسل 5000 صاروخ مضاد للدبابات هذا وتدور المخاوف حيال انفلات نووي وشيك تشعل شرارته روسيا وترد عليه دول أخرى بايدن وعلى مدار أيام مضت كرر ذات التحذيرات من خطر وشيك قد تقدم عليه موسكو متواعدا بوتين بدفع ثمن باهض إذا أقدم على هذا الفعل الكريم للرد على الاتهامات الأمريكية بعدم استبعاد هذا الخيار إذا ما كان هناك تهديد حقيقي على وجود روسيا يذكر أن روسيا إحدى خمس دول في العالم تمتلك ذلك النوع من الأسلحة إلا أنها ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وباتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997 وباعتبار استقدام هذه الأسلحة جريمة حرب محرمة دوليا دعونا نفسر هذا الخطر هناك ثلاثة أنواع من هذه الأسلحة الأولى هي النووية طبعا شديدة الفتك واسمها المتداول سلاح الدمار الشامل لأنها لا تبقي على شيء خلفها تليها الأسلحة البيولوجية المعنية بنشر الأوبئة والأمراض وآخرها الأسلحة الكيميائية كغاز السرين الخردل والأعصاب والفسفور الأبيض الحارق يمكن استخدام كل هذه الأسلحة الكيميائية في الحرب في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ لكن ما هي ترسانة روسيا النووية تقدر الاستقبارات أن موسكو تملك أكثر من ستة ألاف وخمسمائة رأس نووي ويعرف أن نيتو السلاح الروسي بالشيطان اثنان طبعا هي صواريخ تعمل بالوقود وهي عابرة للقارات تصل حمولتها إلى عشرة رؤوس حربية تقيلة أو خمسة عشر رأس أخف كما أنها مصممة لهزيمة الأنظمة المضادة للصواريخ روسيا تقول أنها دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية في 2017 ولكن منذ ذلك الحين وقع هجومان كيميائيا على الأقل ألقي باللوم فيهما على موسكو رغم نفيها القاطع لهما الأول كان هجوم سيلزبري في مارس آذار 2018 عندما تم تسميم ضابط المخابرات السوفيتية السابق والمنشق سرغي إسكريبال مع ابنته بغاز الأعصاب نوفيت شوك ووقع الهجوم الثاني في أغسطس آب 2020 حيث تم تسميم الناشط المعارض الروسي أليكسي نفالني بعمل الأعصاب نفسه أيضا ونجأ بصعوبة من الموت بالإضافة إلى أنها متهمة أي روسيا بتزويد سوريا ببعض تلك الأسلحة التي استخدمت خلال الحرب ترجمة نانسي قنقر المزيد معنا من موسكو الكاتب السياسي بسام البني أهلا بك سيد بسام اسمح لي أن أبدأ بالقمم الثلاث كيف تراقب موسكو هذه القمم؟ هل تشعر بالعزلة؟ لا بكل تأكيد روسيا لا تشعر بالعزلة أبدا يعني روسيا تعمل مع شركائها ولديها أصدقاء كسر وهي ماضية في عمليتها العسكرية ولا تنظر حتى إلى الحرب الآلامية التي تشن ضدها هي تنشر ما تجده وزارة الدفاع من أدلة حول تورط الأمدكان في مخابر بيولوجية وتورط بايدن أيضا في هذه المختبرات وتعمل على قدم وساق على تحقيق أهدافها الناتو هو في حالة هستيريا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء إلى أقصد الاتحاد الأوروبي هم في حالة هستيريا هم يحاولون إرسال جنود إلى شرك ووسط أوروبا لأنهم انتقلوا إلى موقف الدفاع الصحة التعريب سيد بسام أنت تقول بحالة هستيرية بحسب ما تراقبه ولكن البعض يقول بالعكس ما حصل الآن هو توحد غربي كامل ممثل بمن كان يعتبر بالموت السريري الناتو الناتو يعني الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت هذا الاستفزاز الأوكراني من أجل إرعاب أوروبا وكان لها ما أرادت لأنها كانت تخطط على مدى سنوات طويلة من أجل إحداث هذا الاستفزاز وهذه الحرب لذلك الأوروبيين بلا حول ولا قوة ومسلوبين الإرادة السياسية يعني يتخذون عقوبات ضد روسيا ضد مصالحهم بناء على أوامر أمريكية أمريكا تدور وتستجدي العالم من أجل فرض عقوبات على روسيا تستجدي الصين وتهددها تستجدي الهند تستجدي الدول العربية إلى آخره يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تماما أن روسيا ليست بعزلة وكلما طالت الأزمة كلما زاد المفعول العكسي للعقوبات وحتى الآن روسيا لم تفرض كل عقوباتها وحتى الدول الأوروبية سيد بسام حتى الآن لم تفرض كل عقوباتها ولكن اسمح لي أن أسأل فيما يتعلق بتصريحات جونسون كان قد قال أن الرئيس الروسي قد تعدى الخط الأحمر وبالمقابل عندما نتحدث عن سلاح نووي لم تستبعد روسيا استخدامه بحال تعرضت للخطر الخط الأحمر الذي يمكن أن يحرك روسيا بهذا الإطار الجواب الروسي كان واضحا وصريحا على اللسان بسكوف وعلى اللسان بوتين في مقابلات سابقة منذ سنوات أنا استمعت لبوتين عندما تحدث عن موضوع استخدام النووي النووي ممكن استخدامه في حالة واحدة إذا ما قامت منظومة الاستشعار المبكر للصواريخ العدائية بضبط أن الصواريخ انطلقت في المرحلة اللي بعدها تثبت هذه المنظومة أن الصواريخ متجهة نحو روسيا المرحلة اللي بعدها تثبت أن هذه الصواريخ ستقع على الأراضي الروسية وهذا كله يتم خلال ثواني هذه المنظومة تعمل كل هذه الثلاثة طوات خلال ثواني عندها فقط سترد روسيا على هذه الصواريخ لضربة نووية شاملة لأنه لماذا هذا العالم بدون روسيا هكذا قال بوتين يوما ما طيب بسيد بسام هامش الخطأ الآن بمن الجهة التي يمكن أن تكون قد لعبت مثل هذا الدور البعض يقول أنه بحال كان هناك حصار لما تسميهم روسيا بالنازيين الجدد ربما يستخدمون أراضي غير أوكرانيا لاستهداف روسيا هل هذا قائم موجود وهامش الخطأ الذي يمكن أن يصلنا إلى مرحلة الحرب العالمية يعني بكل تأكيد لكل الاحتمالات مفتوحة لأننا نرى أن بولندا ودول البلطيك لاتفيا لتوانيا يعني لا يتوانون عن الصراخ والعويل باتجاه روسيا بأنه يجب أن ندخل قوات ناتو يجب أن نفعل كذا يجب أن نسل أسلحة وكل الدول تتباهى فيما بينها من سيرسل أسلحة أكثر إلى أوكرانيا أليس هذا تدخلا مباشرا في الحرب؟ هم يعلنون الحرب على روسيا روسيا دخلت حتى الآن ليس في حرب مع أوكرانيا بل في عملية خاصة محدودة من أجل نزع النازية والسلاحة الأوكرانية لو كانت حرب لكانت انتهت منذ زمن الحروب لا تقام بهذه الشاكلة الحروب تستخدم بها أسلحة أكثر فطورا وأكثر فتكا وأكثر إلى آخرية وضعنا هامش الخطأ ماذا عن هامش لوجود إمكانية للحل؟ هل هذا لازال قائم؟ أو أن الدبلوماسية كونة بأسوأ مراحلها لن تسمح بذلك؟ أعتقد أن روسيا مفتحة على الحل إذا ما ضمنت أمنها وذلك عن طريق أولا يجب على الغرب تغيير لهجته تجاه روسيا وعدم الحاجة التطاب معها بفوقية ثانيا القبول بتحييد أوكرانيا والقبول بإعطاء ضمانات خطية بعدم ضم أي دولة من دول الاتحاد السوريتي السابق إلى الناتو ثالثا عدم مساعدة أوكرانيا الآن في الأسلحة من أجل الوصول إلى اتفاق مع أوكرانيا يضمن نزع النازية رابعا الاهتمام بالمتطلبات التي قدمتها روسيا فيما يتعلق بأمنها سيد بسام سؤال أخير قمة العشرين فرصة أو لا باختصار راح صوتي قمة العشرين فرصة راح صوتي قمة العشرين فرصة أو لا ما عم بسمع طيب أعتقد أن قمة العشرين لا يمكن لها أن تحل هذه الحرب لأن اليوم المواجهة الشاملة بين الناتو والاتحاد الأوروبي وروسيا يعني هناك حرب اقتصادية شعواء وهناك تزويد بالأسلحة كما قلت لكي قد يكون هناك انفراجة لأن الصين تحاول أن تلعب دورا بالدفاع عن روسيا أن صح التعبير في المحافل السياسية لأنه حين تم اقتراح عزل روسيا من قمة العشرين كان جواب الصين أنه لا يمكن لأي دولة أبعاد دولة أخرى من هذه القمة كان معنا من موسكو الكاتب السياسي بسام البني شكرا جزيلا لك الحرب في أوكرانيا فتحت الباب مجددا للحديث عن تنامي المال السياسي الروسي داخل بريطانيا وسط اتهامات من حزب العمال لحزب المحافظين بالحصول على دعم وتبرعات من أشخاص على علاقة بالحكومة الروسية بلغت ما يقارب ميلياري جونيه استرليني منذ وصول باريس جونسون إلى السلطة أصوات الآلات العسكرية الروسية في أوكرانيا تفتح الملف الأسود في المملكة المتحدة حزب العمال البريطاني يتهم حزب المحافظين بالحصول على ما يقارب ميلياري جونيه استرليني من متبرعين روس منذ وصول جونسون إلى السلطة عام 2019 بينما يعد رئيس الوزراء البريطاني المتهم هو الآخر بأنه لم يعد هناك مكان لاختباء الأموال الروسية في لندن سننشئ خلية جديدة مخصصة داخل الوكالة الوطنية للجريمة لاستهداف التهرب من العقوبات والأصول الروسية الفاسدة المخبأة في المملكة المتحدة وهذا يعني أن هؤلاء ليس لديهم مكان للاختباء في لندن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني كشفت أن حجم تغلغ للمال الروسي في أروقة السياسة المحلية البريطانية وصل إلى انخراط شخصيات روسية كبرى على صلاة بالرئيس الروسي مع منظمات سياسية وخيرية داخل المملكة المتحدة كما اتهم حزب العمال البريطاني حزب المحافظين بالحصول على تبرعات مالية من أشخاص على علاقة بالحكومة الروسية وبينما يشدد حزب المحافظين على أن كل التبرعات المالية التي يحصل عليها موثقة وقانونية اعتبر مراقبون أن الحرب في أوكرانيا فتحت الباب أمام تعقب المال الروسي داخل مجتمع السياسة والأعمال البريطانية أعتقد أن القائمة الأخرى للعقوبات التي يجب النظر إليها هي قائمة رجال الأعمال والأولغارشين وأباطرة المال والسياسيين الذين يعيش البعض منهم في لندن وبين تعالي الأصوات المطالبة بتدقيق الشخصيات التي ارتبطت بعلاقات سياسية أو اقتصادية مع الكريملين تحذر موسكو من تنامي حدة ما وصفته بالروسيا فوبيا داخل العالم الغربي في الخامسة ولكن بعد قليل الأمم المتحدة تعلن تهجير أكثر من نصف أطفال أوكرانيا منذ بدء الحرب أهلا بكم مجددا إلى نشرة الخامسة وأشير إلى العواجل والتصريحات الصينية الآن عالية اللهجة تجاه الولايات المتحدة الدفاع الصينية تقول بأنه على الولايات المتحدة أن تتوقف عما وصفته بالكذب وأكدت على أهمية أن تحاول أي الولايات المتحدة إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا نوفيكم بالمزيد حال ورودها ننقل الآن المعاناة الإنسانية على الأرض منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف أعلنت عن نزوح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا من منازلهم منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي إن لماذا ستوقف بزارة الحرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والقصف الذي سيواجهونه ويجب أن ينقذهم أحد ما روسيا وبوتن ما تقومون به مروع أنتم أسوأ من النازية المزيد ينضم إلينا من برد يانسك الصحفي محمد البابا أهلا بك سيدي هذه المدينة والميناء تحديدا كان عنوان رئيسي هذا اليوم فيما يتعلق بما قيل بأنه استهداف لسفينة إنزال روسية تفاصيل ومعلومات مؤكدة ماذا لديك؟ نعم صباحا هذا اليوم تعرض ميناء مريوبل لقصف صاروخي من جهة الأراضي الأوكرانية سقطت عدة صواريخ على أماكن تواجد مراكب عسكرية تابعة للجيش الروسي أصيبت بشكل مباشر سفينة إنزال كبيرة أورسك هذه السفينة التي تعتبر من أكبر السفن الإنزال في الأسطول الروسي في البحر الأسود غرقت في مكان وقوفها ورسوها على المرفأ وأيضا سفينتين أخرتين تعرضت لقصف وخرجتا من المرفأ والدخان يخرج منهما فورا عند سقوط الصواريخ على المرفأ انفجر أيضا مخزن للزخيرة وسمع أصوات الانفجارات على مدى ثلاثة وأربع دقائق استمرار للانفجارات وذلك بأن الزخائر التي كانت موجودة في مخزن السلاح انفجرت بأكمل هناك معلومات عن مقتل ستة أشخاص وجرح سمانية آخرين معظمهم من طاقم السفينة أورسك التي غرقت بالكامل وأيضا بعض الزوارك التي ابتعدت فورا أكثر من سبع زوارك كانت موجودة في حرم المرفأ ابتعدت فورا على مسافة عشر ميل ماذا عن الوضع داخل المدينة؟ نعم الجيش الروسي ضرب طوق أمني فورا على مرفأ بريديانسك وأيضا كان هناك تظاهرة في وسط المدينة حاول الجيش الروسي فض التظاهرة عبر إطراق النار بالهواء وأيضا القنابل المسيلة للدموع كان هناك حشد كبير من سكان المدينة بشكل يومي يقومون بإنشاد النشيد الوطني الأوكراني وأيضا يستغفون يطالبون خروج الكوات الروسية من تلك المدينة ويطلبون منهم العودة إلى منازلهم أيضا كان هناك بالأمس حملة اعتقالات في تلك المدينة للناشطين يقومون بتنظيم صفوف السكان لتشكيل حركة مقاومة في تلك المدينة أيضا أحد الناشطين التقين به وأكد أن سكان المدينة يرفضون الاحتلال الروسي لمدينة برديانسك وكما قال لي أنهم يتواصلون مع الجيش الأوكراني الذي سيقوم بخطوات ولديهم خطط لم يفصح عنها بإنشاء مقاومة مدنية بالبداية ستكون هناك حركات مدنية ولكن بالمستقبل إن طال الاحتلال ستكون هناك مقاومة عسكرية في كل المناطق التي وقعت بيد الجيش الروسي أو تحت الاحتلال الروسي وكيف هو وضع المعيش بالنسبة للناس يعني هناك توافر إلى حد المالي المواد الغذائية بشكل يومي تصل مساعدات وبعض المؤن من الأراضي الأوكرانية عبر الصليب الأحمر الدولي وعبر وزارة الطوارئ الأوكرانية وأيضا كان هناك شاحنات كثيرة متوجهة إلى مدينة ماريوبول إلا أن الجيش الروسي رفض دخول تلك الآليات لذلك قامت وزارة الطوارئ الأوكرانية بمنح هذه المواد الغذائية والأدوية إلى منطقة تستطيعها لإدارة الإدارة المحلية في بريديانسك التي تقوم بتوزيعها خاصة أن مدينة بريديانسك أصبحت نقطة انطلاق لكل النازحين من منطقة ماريوبول يأتون إلى بريديانسك ومنها ينطلقون إلى المدن الغربية في غرب أوكرانيا وعملية النزوح مستمرة بحجم كبير مستمرة اليوم حتى هذه اللحظة كانت الأعداد إلى حد ما أفضل من الأمس عندما خرجنا من الساحة كيف يعني أفضل سيد محمد أنه أكثر عددا نعم اليوم كان هناك حركة نزوح جيدة حتى الساعة الثالثة عصرا في توقيت أوكرانيا كان هناك حوالي 2000 إلى 3000 شخص وصلوا من ماريوبول وضواحي مدينة ماريوبول وقالوا أن القصف ليلة أمس على مدينة ماريوبول كان شديد جدا وصباح اليوم خرج عدد كبير من السكان وأيضا قالوا لنا معلومة أن الجيش الروسي يفرض على سكان بعض المناطق بالقوة الخروج من الملاجئ لإرسالهم إلى الأراضي في دونسك ومنها إلى رستور يعني كما وصفوا لنا أن الجيش الروسي يجبر عدد كبير من السكان بالخروج باتجاه روسيا خوفا من مجيئهم إلى بريدينسك لأن الجهة المقابلة وهي الجهة الشرقية من مدينة ماريوبول هناك صعوبة في خروج السكان من تلك المنطقة باتجاه بريدينسك لذلك الجيش الروسي يجبرهم بالخروج باتجاه دونسك ومنها إلى مدينة رستور أيضا قالوا لنا أن الوضع المعيشي في داخل مدينة ماريوبول مأساوي جدا فقدت الطعام أحدهم قال لي لا يوجد طعام بشكل نهائي حليب للأطفال لا يوجد هناك أعداد كبيرة حوالي 70 إلى 90 ألف شخص لا زالوا موجودين في الملاجئ لا يخرجون من الملاجئ بسبب شدة المعارك بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي وأيضا الجيش الأوكراني يعني أيضا يفرض على السكان عدم الخروج في وسط المدينة والأحياء التي يسيطر عليها لأن هناك استهداف قوي بالطائرات والصواريخ على تلك المدينة حتى على وسط المدينة من بيرديانسك الصحفي محمد البابا شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات شكرا استأنفت بلسة موسكو جزئيا تداول الأسهم المتوقفة بعد أيام من بدء القوات الروسية ما يعرف رسبيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير تم استئناف التداول على أسهم حوالي ثلاثين شركة فقط وقد حقق المؤشر المسعر بالروبل لمكاسب بحوالي عشرة في المئة بعد بدء التداولات بينما خسر مؤشر أرتي أس المسعر بالدولار أربعة في المئة من بين الشركات التي كانت أسهمها قيد التداول شركة جاز بروم وطبعا كذلك مصرف سبيربانك وكلها تخضع لعقوبات أمريكية بعد مرور شهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لوح الخبراء إلى أن وقوف واشنطن إلى جانب أوكرانيا ما هو إلا حرب الاستنزاف موسكو لتتفرغ لتصفية حساباتها مع الصين شهر بالتمام والكمال ولا بارقة أمل لإيقاف الحرب المستعرة على أرض أوكرانيا العملية العسكرية التي بدت الولايات المتحدة وكأنها تتنبأ بها حتى أن الرئيس جو بايدن توقع بشنها في السادس عشر من فبراير يبدو أنها تتبع استراتيجية منذ أمد بعيد مع أوكرانيا فرئيس أمريكا السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب كلاهما قد ساعد أوكرانيا في عهدهما أما بعد عام 2014 تلقى الجنود الأوكرانيون تدريبات على أيدي أمريكية بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم بالقوة وقبل قليل من موعد تلك العملية التي تشهدها أوكرانيا أرسلت أمريكا أطمانا من الأسلحة قبل أن تحتدم المعركة عدا عن مساعدات بلغت أكثر من 13 مليار دولار ووفق تقرير لصحيفة وولستريت جورنال فإن واشنطن تزود كييف بأنظمة دفاع جوي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي كانت قد حصلت عليها سرا وكذلك تشن حربا عمادها الصورة والكلمة لتلعب على أوتار نفوس الجنود الروسيين وتحبط معنوياتهم كحرب نفسية استراتيجية أمريكية مدروسة على كافة الجبهات وحسب الخبراء يمكن تلخيصها بأنها لا تفعل ذلك إلا لغاية في نفس عقوب لتتفرغ لاحقا لصراعها مع الصين أما أوكرانيا مجرد كبش فداء لإضعاف روسيا وأوروبا معا وكان وزير الخارجية الروسي قد رمى كلمة لم يفطن لها الكثيرون الأمريكيون ينأون بأنفسهم في المفاوضات ولا يساهمون بتقدمها ولا حتى قيداء مل إسراء الصغير العربية عمت الفوضى في أسواق العملات الموازية بالسودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة سجل الجنيه السوداني مقابل الدولار تدهور قياسي وصل أمس سعر الدولار إلى 750 جنيه ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات مع اقتراب شهر رمضان المبارك هكذا يلوحون بالمال في انتظار من يبيع لهم دولارا كثيرون يحاولون التخلص من الجنيه السوداني الذي وصل إلى أسوأ قيمة له في التاريخ إذ يعادل الدولار الواحد نحو 750 جنيه إنعكاسات سالبة على حياة الناس خاصة في المأكل والملبس والمواصلات أثر تأثير سلبي على حياتنا المهم أنا بفتكر الآن البلد في أزمة دستورية أي سلعة كل يوم تصبح بسعر جديد والحياة للأسف متحكمة فيها ناس معين ونظام حكم معين أثر على حياة الناس فوضى الأسواق الموازية جعلت معظم البنوك والمصارف السودانية تعلق عمليات بيع وشراء الدولار هذه الشاشة تعرض أسعار الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية والذي يشهد انخفاضا يوميا أسباب مجهولة وسط الصمت الرسمي لكن خارج هذه البنوك والمصارف هناك تدهور أكبر وعلى مدار السعار لقيمة الجنيه في السوق الموازي والله والله نحن في البنك عندنا لجنة لتحديد السعر الصرف بصورة يومية بناء على محطيات الموقف السيولي للبنك والطلب بتاع زبائنا يعني بأثر على أول شيء حجم السحوبات بتكون كبيرة دائما والسعير يمشي وبعد ذلك بحصل تآكل بالذات للناس المساهمين وإن كانت ضرر الأكبر على الفقراء إلا أن المقتدرين من مصدرين ومستثمرين ورجال أعمال لم يسلموا من التداعيات السلبية الصدر هذا بروسس طويل يعني بيأخذ شهور عشان أنت تنجز يعني فالزيادات اليومية هذه ضارة اتنين نتيجة عدم التنظيم في القطاع بيحصل برا برضو مضاربات سيارية غلاء شامل للسلع والخدمات ومضاربات لم تسفر عن القبض على أحد وتدابير تبض ضعيفة في نظر البعض للحد من تدهور الجنيه ومعاناة يعيشها المواطن لا يمكن التكهن بوقت انتهائها ليني عقوب العربية الخرط أفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي كما أبلغت الحكومة اليابانية عن إطلاق الصاروخ بعد رصده من قبل حرس الحدود الياباني مع احتمالية أن يكون صاروخا باليستي كانت كوريا الشمالية أطلقت سابقا صاروخا مشتبها به وانفجر بعد وقت قصير من إقلاعه في سماء بيونج يونج وفقا للجيش الكوري الجنوبي وصلنا إلى نهاية الخامس شكرا للمتابعة مشاهدينا ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا للمتابعة